تطابق الكفين يعني الخطوط اللي في اليد دي هي بالزبط نفس الخطوط اللي في اليد دي بنعرفها ازاي هتعمل ايدك الاثنين كده وتبدأ تلاحظ تطابق الخطوط واهم حاجة تكون مركز ان الخطوط الاساسية على الاقل متطابقة انا عندي تطابق بسيط في الخطوط الاساسية طبعا ولو لاحظت وانت بتعمل التطابق ده ان في بعض الفروع يعني مثلا عندي هنا الفرع ده طالع وده نازل في هنا النحى التانية يبصوا هنا اهو حالي متكلم على الخط ده كده ونازل انا ما عنديش التفريع عادي طيب المسلس ده شايفين ده عندي هو هو نفسه المسلس بس عندي الخط اللي قاطع ده وهنا برضو عندي الخط اللي قاطع فعندي كمان الحتة اللي تحت دي اللي هي الدائرة دي مش موجودة هنا فالتطابق عندي على الخطوط الاساسية وبعض من الخطوط الفرعية اللي عنده التطابق ده وعمل الشكل اللي احنا قلنا عليه ده حيسيب لي في التعليق إذا كان الكفين متطابقين ولا غير متطابقين أو أنا هحط للوقتي اللي هو السؤال هل كف يديك متطابقين وهتلاقي في إيجابتين نعم لا هتدوس على نعم أو هتدوس على لا ولو حبيت تسيب لي تعليق سيب لي تعليق وهرد عليه طيب معنى التطابق ده إيه هعمله في فيديو بعد ده على طول هشرح فيه التطابق معنى إيه وإيه صلته بالعقلين وإيه صلته بشخصية الإنسان في حالة التطابق أو عدم التطابق تحياتي للجميع